لو زهقانين ومكسلين وعندكم شوية فراخة وزين تشوها في الفرن هقولكم النهاردة بقى على تدبيلة للدجاج طحفة لون وطعم وريحة وسهلة جدا بنتعمل في خمس دقيق بزة معاي اوراك من الدجاج والتدبيلة دي طبعا تنفع للفراخ الكاملة والصدور وللوراك كمان هنقطعها بالسكينة تلت قطعات بشكل اللي انتو شايفينه ده يعني بس مندخلش العظم بس قطعات كده بزيطة علشان تشرب التدبيلة كويس وفي الخلاط بقى نحط طمط ميتين وبصلاية كبيرة حمرة عشان نكاتة نفاذة فلفل رومي اربعة فصوص من التوم معلقة كبيرة من الملح معلقة متوسطة من الفلفل اسود معلقة صغيرة من البابريكا معلقة كبيرة كسبرة معلقة صغيرة كمون معلقة صغيرة ارفاء اختياري يعني ممكن ما تحطوهاش معلقتين كبار من السلسة تلت كباية من الدبس الرومان نص كباية من الزيت نضربهم بقى في الخلاط كلهم مع بعض وبعد كده ننزل بيهم على الدجاج بتاعنا ونتابل كويس جدا وندخلوا في الاماكن اللي احنا قطعناها بالسكينة صنية بقى نرمي فيها كل الخضر اللي احنا ن نفسينا فيه ممكن نحط بطاطس عيدي انا حطي الطماطم وفلفل وبصل حطيها من التدبيلة بتاعتنا ونرسو في ايها بقى الدجاج بتاعنا ونخطيها بورق زبطة وفي ايه ورق المونيو معلاش خاطر بس ورق المونيو ما يلزقش في الجلد بتاع الدجاج وندخلها فرن سخنة على درجة حرارة امتين وخمسين هتاخد لها في الفرن من اربعين لخمسين دقيقة على حسب حجم الدجاج وبعد كده بقى بنطلعها ونفتح عليها دهنها بيه المايا اللي نزلت منها ومع في طبق كده معلقتين من دبس الرمان بدينا بيه برضو علشان خاطر تاخد لون احمر حلو في الفرن بالماية بتاعتها وبدبس الرمان وبندخلها الفرن تاني ونسيبها بقى على نفس درجة الحرارة حد لما تشوي وتسبك وتبقى تمام ممكن نولى عليها الشواه وبس كده الفرخ تايبة ومستوية وجوسي وطرية ولونها من برا طحفة رحتها رائعة وطعمها خزع فلي جربوها